برح كلمنا عن قطر وتركيا وقلنا النهاردة هنتكلم بالتفصيل الحقيقة انه انا دايما اقول اشعر بشرف الكلمة تجاه قطر وتركيا لانه عمري ما تورطت وقلت كلمة ضد شخص بعينه مسؤول عن نظام في دولة بتعادي مصر اتعلمت كده انه تناول الاشخاص ده يعتبر هجاء يعتبر تطاول يعتبر تجاوز احيانا يعاقب عليه القانون لكن انت تستطيع ان تنتقد قرارات في نظام كامل يتخذ قرارا هذا القرار انت كاعلامي دورك بالوجبك ان انت تقول تحليلك للقرار وتجيب الناس اللي تقولك هذا القرار خاطئ ام سليم هذا القرار يصب في مصلحة العلاقات الدولية ام يصب في عكسها فقصة قطر وتركيا انهم عادوا للحضن العربي ايا كان السبب بتكتب كتير وتقال كتير انه هما بيستخدموا انهم بيحربوا بالوكالة وانه بيتشوفت فلوسهم وصرواتهم وانهم بيسعدوا في تنمية الارهاب في العالم وان الدول دي معروفة بعينها وانه النظام العالمي سكت ليه او قاصد ايه او ناوي على ايه المهم انه مصر زي ما قلت لكم بارح ظلت كبيرة لم تنتقد ولم تنزل لمستوى البزاءات ولم يحدث تراشق اعلامي يوما واظن الرئيس قالها اكتر من مرة عمركم شفتوني تكلمت وحش على حد حتى في احلك الظروف اظن ان ما فيش امثلة اكتر من اللي نتكلم عليها النهاردة ينطبق عليها هذه الجملة هيجي يوم الناس هتعرف امتك وهتعرف ان البعد عنك خطر وحتعرف ان ربينا معاك وان انت مغلطش في حد ومضرتش حد ولم تستخدم السياسة لازية الاخرين ما يصبت التصور ان السياسة هي الازية ازاي تقذي من غير ما حواليك او البقيين يعرفوا يمسكوا عليك حاجة او حتى لو مسكوا يدوروا على دليل انما السياسة ان انت تسوس شعبك وتسوس امورك وترتب نفسك وتجيب لنفسك والاهلك الخير ولجرانك لو امكن وللعالم كله لأ وده اللي دايما بيأكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي انه يمكن ان تكون هناك سياسة شريفة وهذا ما تنتهجه مصر حقيقة الدبلوماسية المصرية في اخر 8-9 سنين بتتصرف بمنتهى العقل والحكمة والاتزان تجاه كافة القضايا في العالم وإلا ما كنتش تقدر تروح لقلب الأمم المتحدة وتقف على منصة الأمم المتحدة وتقول ان الهيكل التنظيمي للأمم المتحدة ومجلس الأمن يحتاج إلى تعديل وإلا ما كانش يبقى ليك رأي مقبول ومسموع ومحترم من أكبر ناس في العالم وإلا ما كانش حد يرضى ان يكون لك دور في القضايا اللي حواليك قضايا الإقليمية والدولية يكون لك دور محترم في قضية ليبيا في قضية سوريا في قضية العراق في قضية اليمن في قضية لبنان في قضية فلسطين في قضية شرق المتوسط والغاز في قضية روسيا أوكرانيا مكتلتزم الحياد تدين التصرفات الدموية اللي ممكن ناس بتموت بسببها والحروب لكن نفس الوقت ما تدخلش نفسك كطرف في اللعبة سياسيا مع ده أو ضد ده أو تنتقد قرارات ده أو تمدح تصرفات ده زي ما قلنا بارح النهاردة ان شاء الله حيكون معانا حوار داخل استوديو مساء الخير مع الأستاذ محمد فتح الشريف مدير مركز العرب للدراسات والأبحاث حوالين الدبلوماسية المصرية والأفاق الجديدة التي تفتحها سياسيا واقتصاديا بالذات مع قطر وتركيا وعرضنا على حضراتكم بارح زي سامح شكري وزير الخارجية المصري توجه مع شحنة مساعدات إغاثية كبيرة إلى سوريا استقبل استقبالا كبيرا جدا من الرئيس بشار الأسد فخامت الرئيس بشار الأسد أقول الرئيس الوحيد اللي صمت في جمهوريات المنطقة وبعدها توجه أيضا بطن ونص مساعدات إغاثية لتركيا لا عفوا أفتكر طن ونص ده اللي كان في سوريا يمكن تركيا يعني مش محتاجة مننا زي سوريا وكلمتوكو كتير في الموضوع ده إن تركيا فيه عشرين دولة على الأقل بتساعدها ومدت إيديها إغاثية وإنقاذ وعلى مستوى خبرات الزلازل وعادة إعمار وفلوس ومواد بطتين وأكل والحقيقة استقبل استقبل طيب جدا من وزير الخارجية التركي وده كله زي ما قلت لحضراتكم بالأمس تمهيد للأرض علشان يكون فيه زيارات متبادلة ما بين الرؤساء في مصر وقطر وتركيا